هذا ما آل إليه حال أم محمد أبو حسنين وعائلتها التي نالت منها آفات الفقر فتحت سقف هذا المنزل أنفاس من الحياة شبه معدومة ما بين المرض والعوز لتصبح هذه العائلة رقما يضاف لعائلات أخرى أضحت تحت وطأة الحاجة ونير الفاقة في قطاع فتك به الحصار منذ عقد وأكثر فبنفتر الفطور بنظل لتاني يوم عليه بيكون هو فطور وهو غدا وطبعا عشاء اللي زينة ما بتعشاش فبنظل عايشين عليه لتاني يوم وهذا كله من سوق الحلال الاقتصادية يعني مش من إشي تاني إشي بالنسبة لك بوانة الوكالة ما بتكفي إشي اللي بيعطوكي سينة تحين يمكن بيعطوكي كيلو سكر بيعطوكي كيلو حمص والحمص مش هتستفيد يعني منه ولا العدس ممكن شوية بعدين كياسا لطحين لثلاث شهور استحالة يكفوا بات الاعتماد بشكل كامل على المساعدات الغذائية والتموينية من الأونوروى ومن منظمات دولية أخرى في قطاع غزة شكل من أشكال المعاناة المتجددة والمستمرة فبعض هذه المنظمات توجهت مؤخرا نحو تقليص خدماتها أو إيقافها مما أدى لإزدياد ومفاقمة حجم معاناة الفارد هنا في قطاع غزة نسبة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وصلت إلى قرابة السبعين في المية وهو أمر بالغ الخطورة وبخاصة على صحة الإنسان في قطاع غزة هذا الأمر هو نتيجة واضحة للحصار الإسرائيلي الجائر المستمر ومتواصل أكثر من 12 عام أيضا نسب الفقر التي تجاوزت الـ 54% في وقت أن هناك 80% من يحتاج المساعدة من أبناء شعبنا الفلسطيني من المؤسف تماما أن المساعدات تقل والاحتياجات تزيد فصول ترد الأوضاع الإنسانية والحياتية ستبقى مستمرة في غزة أمام تضاؤل أي فرص أو بصيص أمل لإنهاء معضلة الفقر أو اشتثافه بالكامل من القطاع انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وارتفاع نسب الفقر هي دلائل ومؤشرات لترد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما يبقي القادم أمام تحديات وجهود حقيقية تنهي مأساة القطاع بالكامل لفضائية النجاح تغريد العمور قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة